تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطنية قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على تصنيع العسكري ولو أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية تضمنت الزيارة تفقد مركز تنصيق أعمال دفاع الدولة حيث استمع إلى عرض تقديمي لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المزود بأحدث النظم التكنولوجية وآليات القيادة والسيطرة كذلك المرور على نادي الفروسية بالقيادة الاستراتيجية ونادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الذين تم إنشاؤهما وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية هذا وأشهد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة بما شاهده من إمكانيات وقدرات تمتلكها الدولة تضاهي الدول الرائدة في هذا المجال بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومي ويؤكد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التي تعكس مدى علاقات التأخي بين البلدين الشقيقين متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات